موسيقى 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 أعلن المسؤولين بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن تخفيض استهلاك المياه بنسبة 29% بدءا من شهر أيار الماضي وذلك دعم لجهود ترشيد الاستهلاك بالولاية اللي عم بتعاني من أكبر موجة جفاف بتاريخها وأدت طقس الجيف لأضرار بالقطاع الزراعي ولأول مرة من 40 سنة خضعوا المزارعين لتقنين بالمياه وأقر مجلس تنظيم الموارد المائية بكاليفورنيا أنون تنفيذ مشاريع تحلية مياه المحيط لمواجهة موجة الجفاف المدمر وذلك للاستفادة من مياه المحيط لتعويض النقص بالمياه العذبة وبالعودة لطقسنا صيف معتدل عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرق للبحر الأبد المتوسط حرارة معتدل الرطوبة عادية بحر معتدل الموج وحرارة مياه 26 درجة الليلة طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وضباب وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والمرتفعات ولبكرة طقسنا رح يكون غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة على التلال وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 22 على المرتفعة تعم بتسجل 20 بالبقاء ع 12 والأرز 9 وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية إذن 27 برحبة معادة 28 درجة منتقل من بعدها إلى الجمهور 29 ولبقاء 28 البازورية 28 درجة كفر رمان 26 المختارة 25 درجة وذكرية 29 أما قديشة فى 23 والرطوبة عم تتراوح بين 55 و 75 بالمئة حرارة سطح المايز 26 درجة وسرعة الرياح بين 10 و 30 كم بالساعة ورياحها بتكون جنوبية غربية أما كيف رح يكون التقس الليلة واليومين اللي جايين للليلة أدنها 22 أقصها 30 نهار التريطة بتتراوح بين 21 و 29 ونهار الأربعة أيضا بين 21 و 29 ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية خلينا نبدأ إذن مشوارنا من صنعاء 31 رياض 44 ومننتقل من بعدها إلى الجزائر 36 و تونس 35 درجة وبريز 30 حيث أكام جلسي باي اشتركوا في القناة